عثر فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية في السودان على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وبلغت الكميات أكثر من 6 ملايين يورو و 351 ألف دولار و 5 مليارات جنيه السوداني من جهته أمر معتصم عبدالله محمود وكيلو نيابا المشرف على قضايا الفساد بإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان البركزي